بجدد ترحيب بكم مشاهدينا وأهلا بكم في هذه التغطاء الخاصة الحين أنه كل أنظار العالم متجهة إلى لندن خصوصا بعد تولي الملك الجديد شارلز الثالث مهام منصبه الجديد السؤال الآن ماذا سيحدث مع الأمير هاري وزوجاته ميجان ماركل واللي كانوا انفصلوا عن العائلة الملكة قبل حوالي سنة الحقيقة أن أول تغيير حيحدث في حياتهم أن أبناءهم أصبحوا أمراء تحديدا إذن وإذنة الأمير هاري وزوجاته ميجان ماركل واللي رسميا حملوا الآن لقب أمير وأميرة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية وفقا للقوانين المتعلقة بأحفاد الملكة ليصبح الآن صاحب السمو الملكي الأمير أرشي ساسيكس رويل وصاحبة السمو الملكي أيضا لليبات ساسيكس فرينسس ونالهم اللقبين جاء وفقا للقانون الذي وضعه الملك جورج الخامس عام 1917 والذي بمجابه يطلق أحفاده للملك تلقائيا الألقاب كأحفاد مباشرين للملك تشارلز الثالث أصبح لأرشي وليلي بيت الآن الحق في أن يكون أميرا وأميرة بينما لم يكون مؤهلين لذلك عندما كان أبناء أحفاد الملكة لكن رغم هذا وبينما سافر العديد من أفراد العائلة الملكة البريطانية بمن فيهم هاري إلى قلعة بالمورال يوم الخميس بعد أن علن قصر باكنجهام عن قلق كبير بشأن الحالة الصحية للملكة إلا أن ميجان لن ترافق زوجها قبل أسبوع ظهر المؤرخ الشهير تون باور والذي أصدر مؤخرا كتاب الثقر ميجان وهاري والحرب بين آل وينسور في أحد البرامج للحديث عن واقع العائلة الملكية البريطانية وعن كتابه الجديد الكتاب الذي تحدث عن غضب كل من الأمير هاري وميجان ماركل بسبب رفض طلبهما لدور الأكبر في عطلة اليوبيل البلاتيني التي تنى فيه الاحتفال بجلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش كل هذا إضافة إلى تفاصيل تسمية الزوجين لإذنتهم بيحتوي الكتاب أيضا للحقيقة على حيز كبير خاص بعلاقة ميجان بوالدها وسعي العائلة الملكية إلى تصحيح تلك العلاقة في ظل رفض ميجان لذلك وتقديم حجج تسببت في غضب كبير لدى الملكة إليزابيث الثانية منها ومن نجلها وأيضا من نجلها الأمير أو الملك حاليا يكشف الكتاب عن لقاء الأمير هاري بزوجاته ميجان ماركل هذا اللقاء كان مدبرا من قبل صديقة مشتركة بينهما وأن ميجان كانت على علاقة بشاب آخر في تلك الأثناء وكيف كان الأمير هاري كان أشبه بهدف للممثلة ميجان ماركل والتي تسعد للحصول على الاستقرار والأمان المادي بالتأكيد بالتأكيد الأمير هاري وزوجاته ميجان ماركل لن يعود كأعضاء عاملين في العائلة الملكة البريطانية وإن كان القصر بيقول أنهما هيبقوا من أفراد العائلة المحبوبين الملكة إليزابيث الثانية قبل ما تتوفى كتبت لتؤكد أنه بالاتعاد عن عمل العائلة الملكة لا يمكن الاستمرار في المسئوليات والواجبات التي تأتي مع حياة الخدمة العامة نتيجة لذلك سيتم إلغاء المناصب العسكرية الفخرية والرعايات الملكية التي كان يحتفظ بها أو كان يحتفظ بها الدوق والدوق وإعادة توزيعها بين أعضاء العائلات الملكة مرة أخرى خلال الآيام القليلة القادمة بالتأكيد هنتابع مع حضرتكم هل ستلحق ميجان بزوجها إلى لندن؟ أم ستقاطع الجنازة لتكون فاصلا كبير وضخم في العائلة الملكة؟ بالتأكيد كل هذه الأحداث هنتابعها مع حضرتكم على مدور الآيام القادمة إلى هنا تنتهي هذه التغطية شكرا لحضرتكم على طبيب المتابعة وإلى اللقاء